دائما موصلين معكم المشوار على محطة ميديا وفي برنامج صباحيات مغربية في هذه الأثناء يتعدنا كثيرا أن نرحب بضيفتنا الموالية السيدة أسماء شوقي واللي هي كوتش تربوي صباح النور ومرحبا بك معنا صباح الخير فرحانة صباح الخير يسمي مرحبا بالجميع بإمكانكم متبعت هذا اللقاء أيضا صوتا وصورة على شبكة التواصل الاجتماعي وحديثنا يتواصل في جزئه الثاني عن هذا الذكاء الذكاء العلائقي في حلقة سابقة خصصناها للتعريف بمعنى الذكاء العلائقي وارتباطاته بأنواع أخرى من الذكاء نواصل الحديث هذه المرة عن علاقة الذكاء العلائقي بالتربية وكيف نجعل الفرد فعلا ذكيا في علاقته بالآخرين كيف تتم الموضوع دينا دي الحلقة الأسبوع اللي فات كنا هدرنا على أنه بأنه جبنا في الحديث دينا بأنه واش هاد الدكاء العلائقي شي حاجة اللي حتى يكبر للشخص عاد غدي تعلمها واش غدي تعلمها في المدراسة واش نوك بزاف دي السئلات ترحات وقلنا بأنه فعلا هو اليوم شي مطلوب ومطلوب بكترة خاصة في الميدان العمل ومن غير ميدان العمل فحنا يرى مني تنحل عينينا في الصباح وحنا يرى في تواصل مع الآخر دونك قلنا بأنه اليوم من الأحسن أنني ما عادش نتسنى ونخلي مثلا الأطفال ديالي يكبروا بطريقة مثلا كيف ما كانت شحال هادي وانا حتى يوصلوا لذك الوقت ديال اللي غدي يلقى ورسهم في وسط العمال أو في وسط مثلا في الدراسة الجامعية في وسط المجموعة نتاع العمال وما كيعرفش كيف الشي يتعامل مع الآخر قلنا هادي بأنها نوع من التربية واشتغلنا بأنه قديما يعني في التربية التقليدية مع الأجداد ديالنا ماشي ما كانش دكاء على إقل أراها كان ويمكن كان كتر من دابعة لأنه كانت أولا بعد الأسرة كانت تعيش يعني مجموعة كنا كانت الأسرة كانت تعيش الأب مع الأطفال كيعيشوا مع الأبوين ديالهم مع الأجداد مع العم مع الخال معه يعني ديالجا دك دك الفت أنني تنعيش في وسط دك الأسرة الكبيرة راتما كان نمي دك دك الدكاء العلائقي اليوم لقينا هاتش يرجع كينقص أو لا يمكن حتى يعني ما بقاش ولت الأسرة الصغيرة تقتصر على الأب والأم والإخوان والأخوات إلى هم كانوا طرفه كالأسرة اللي عندهم طفل واحد والزيارات ديال الأقاريب رجعت جد محدودة لأن الظروف الحالية مش هي ديال الزمان وبدينا نشوف بأنه إفكتيف ما هاد الدكاء العلائقي رجحت تينقص عند هاد الشباب وهاد الجيل وهاد الجيل اللي ساعد دابة لأنه عاش بوحديثه لأن هذا الدكاء العلائقي ما هو شدرس غادي نقراه في المدرسة ما هو تيتنمى الممارسة بتجريبة يومية والاحتيكة مع الآخر ولكن نعيش اليوم يعني رغم أنه كيفما قلت يعطيتي مجموعة من العناصر اللي قزمت الأسرة وأصبحت الأسرة دورها صغير نوعا ما ولكن هذا لا يمنع أنه دائما هناك علاقات علائقية العلاقة تنتقل من الأسرة الصغيرة إلى المدرسة تنتقل أيضا إلى فضاء العمل وهذه كلها علاقات يشبه الكثير من الخلل الصحيح ونتساءل معك عن الأسباب لماذا اليوم تطغى إلى السطح الكثير من الصراعات هل نحن أصبحنا غير قادرين للتواصل مع بعضنا؟ هل علاقاتنا أصبحت علاقات مسمومة؟ ما الذي تغير؟ اللي تغير كيف ما قلت لك فرحانة هو أن هذا الطفل من يتيح العين وتيح العين في وسط الأسرة الصغيرة صغيرة دياله وحتى في وسط الأسرة الصغيرة نعترف بأن حاليا التواصل بدأتين قص بدأتين قص نظرة للأشغال والدين كيشتغلوا من يتين دخلوا للدار كين بزاف ديال الحاجات تيداروا كلها مشغول بالهواتف محبولة كي يلقوم الشتغال بالهواتف وبالتكنولوجيات الحديثة إذن هذا الطفل مثلاً اللي غدا غادي ولي الشاب وغادي خرج المدرسة لا قبل ما يوصل الشاب غادي يمشي للمدرسة وغادي تلقى مع أصحابه كيفاش غادي تلقى راسو في وسط كما نقول بالفرنسية دان لبن هالي كان قبطو كنسيبوه وهو ره ما تعلمش داك شيء بالتدريج كيف ما قالت ياسمين في الأسبوع اللي فات كاين سبحان الله اللي أربعاته ذاك المالكة ديال التواصل هذاك تيكون فيه ما تيكونش عنده مشكل وكاين اللي تيكون عنده صعوبة في التواصل مع الآخر خاصة إلا ما كانش هاد شيء تيتنمى داخل الأسرة دونك ولكن كما كان قوله لابون نوفيل وهو أن اليوم ولو أن مثلا ما عشناش في فواستات اللي هو أعمل على أنه ينمي فينا هذا النوع من الدكاء فهي ما زال إنسان وخاي دير 18 العام و20 عام وحتى ال40 عام دائما استطاعته باش ينميه وشيء ينمى بالتجربة بالاختيلات مع الناس والتنمية ديال واحد بعد واحد القدرات اللي خاصة طبيعة الهال خاصة الإنسان يعرفها شنه هيا نشوفوها justement شنه هيا et en même temps est-ce qu'il faut forcément passer par un spécialiste أو bien aujourd'hui l'info est disponible pour ces jeunes sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur Google voilà donc c'est vrai que l'information Keyna après Mnitikoun Indi vraiment si j'ai vraiment je sens que j'ai un problème par rapport à ça que je n'arrive pas à gérer il n'y a aucun mal d'être accompagné par un spécialiste que ce soit un coach en développement personnel si c'est quelque chose de très très sérieux qu'il y a relation avec des blessures d'enfance ou quelque chose comme ça c'est le travail du thérapeute et aussi aujourd'hui toute l'information qu'on a sur les réseaux sociaux sur les chaînes TV, radio et sur les moteurs de recherche on peut vraiment trouver ça après il faut avoir cette capacité de mettre les choses en place parce qu'aujourd'hui il ne suffit pas de lire d'écouter non mais c'est vraiment lire c'est bien écouter des émissions c'est encore mieux en même temps quand j'entends tout ça quand je lis il serait important que je fasse une prise de conscience par rapport à mon comportement par rapport à mes relations avec les autres et quand je prends conscience aussi ça ne suffit pas prendre conscience et mettre en place un plan d'action pour le changement parce que le changement il ne vient pas avec juste avec la lecture ou la prise de conscience il va venir quand je vais mettre des plans d'action de changement de comportement c'est ça qui va faire que je vais évoluer et c'est ça le développement personnel et quand je suis accompagné par un spécialiste un coach le coach il va accompagner que ce soit un jeune ou un adulte ou un moins jeune il va l'accompagner dans ce sens là c'est à dire il va il va mettre un plan d'action et il va veiller à ce que la personne passe à l'action pour qu'elle évolue dans ce sens c'est au fait c'est ça la différence donc les choses elles sont elles sont très simples aujourd'hui si je veux avoir une intelligence relationnelle d'abord je dois commencer par moi-même c'est parce que la relation d'abord elle doit avoir je dois avoir une bonne relation avec moi-même je dois m'accepter comme je suis je dois m'estimer à ma propre ma propre valeur comprendre mes mon fonctionnement et comme je vous ai dit la dernière fois on ne peut pas parler d'intelligence relationnelle sans parler d'intelligence émotionnelle comprendre qu'est-ce qui se passe chez moi comment je vais gérer mes émotions quel besoin se cache derrière mes émotions et bien sûr se mettre à la place de l'autre et ça c'est très très important que ça soit dans l'intelligence relationnelle ou émotionnelle c'est comprendre l'autre se mettre à sa place qu'est-ce qui se passe chez lui qu'est-ce qui fait qu'il a dit ça il n'a pas dit ça il a fait ça il n'a pas fait ça et quand je comprends le besoin qui se cache derrière tout ça à ce moment-là je suis vraiment dans l'ouverture et dans l'acceptation et bien sûr automatiquement il va y avoir une certaine fluidité dans la relation qui se cache تمام الناس ما كيتفاهموش معي سبحان الله ما عندي زهر غالبا اسفع هذه الكلمة ولكن اليوم هل برائيك يعني مثلا في هاد التندنس اللي دايره حوالينا اصبحنا انه ينقولوا اليوم اه يمكن انا كان اغلط في حق الناس كنتمعيها من الناس اللي جو وعرتي لوصلنا لهذا المستوى هذا وقلت انا كان غلط في حق الناس سابديا كورا هاني خدمت على راسي خدمت على راسي وجيو دي بريز دو كونسيانس شنو قلت في الاولي انه اول خطوة في الدكاء العلائقي هو انا خصني نبدأ براسي ونوضع التساؤلات على راسي شنو هو اين الخلال نبقى نبحث على الخلال اولا نبحث على الخلال في نفسي لان احنا ماشي ملائكة ماشي كاملين يعني ولا بود دخصني نفتح نقلب على الخلال في نبحث عليها في داخل نفسي ونبدأ نحط راح على راسي هاد الاسئلة ومن خلالها ردي يمكن لي ان نفهم شنو شنو تيترا لفت انني تنترح على راسي وكنقول اين الخلال ويمكن حتى يدي على شنو هو الخلال هو يقول انا ما عندي يظهر شوفي الربط ايضا انا يا اشتي هنا لابقيت لابقت دائما في الالقاء اللوم على الاخر راه نايا يعني على انني ما عنديش ما غننميش دك الدكاء العلائقي لان اول خطوة هو انني خصني بعدك نشوف انا راسي كيفاش كنتصرف وكيفاش هادا لا يعني انني من حيث كنا عرف راسي كيفاش كنتصرف وكان عرف بان بعض المجموعة واحد المجموعة من التصرفات هي مثلا اللي كتشكلي مشكل مع الاخر وما كيتقبلهاش هادا لا يعني انني خصني من ضرورة انني نغير ذاك التصرفات ديالي لا ولكن من حيث تنفهمها تنبدا نفهم حيث التصرفات ديال الاخر وفي ذاك الوقت انا عندي كامل اختيار واش غادي نغيرها الى كانت فعلا شي حاجة اللي كيكشوز كي مدرنش دون لعفي غادي نقول هادا المسألة كتشكلي مشكل مع الاخر وفي علاقاتي كوستسوى الشخصية او للعملية اذا خصني نعمل على على تغييرها او لا كنقول هادا انا وكنقبل راسي كيفما انا وغادي نفهم الاخر الى ما فهمهاش وفي هادا اللحظة هادي كنحس بواحد السلم داخلي اللي هادا هو الاسس بالنسبة لي ديال الحياة انني نتقبل راسي ونحس بذك السلم ايابخي الاخر تنرجع اي حاجة اي تصرف تنرجع نفهمه وما كان بداش نقول ديك الكلمة ديال انا ما عندي ظهر مع الاخر ولا الاخر هو اللي دار لي واي تصرف كي تصرفه الاخر كانوا ولا نحس به كأنه واحد لتك للشخص ديالي اذا كان بداش نحس بان هذا ما هو الا نتيجة ديال واحد تصرفات حتى انا تنديها انا قابل راسي بحال هكذاك ما باريش نتغير مزيان الاسسانسيال هو انني انا كان حس براسي مزيان ولكن في الوقت اللي كان بقى دائما كانرجع اللوم على الاخر وكان عيش واحد صارع داخلي وذك السلم الداخلي ما عنديش ووحد نحس بواحد التعاسى وكان حس براسي بوحدي وكان حس براسي بانني الناس دلماني ولا منبود من طرف الناس هنا تخصني نقول لراسي ندير ديك العلامة قف قف خصك تعرف خصني نشوف ديك الساعات خصني نترح لك السؤال دي الخلال ها هو كاين ودير لي مشاكل خصني نعمل على تغيير دياله وهي الرسالة القوية الحقيقة واحد يوقف عند راسه استوقف راسه استوقف راسه لانه يوقف عند راسه لانه يوقف يا ياسمين ما غادش يوقف ولكن إلا درسي استوقف راسه بزز منه يعني المسألة أصبحت ضرورية وآنية إذا كانت الأمور وإذا لم يتوفر السلام الداخلي لانه بين وبينكم السلام الداخلي هو أمان للشخص إحنا يفردك العلائقي ما تنقولش خصني نغضي الآخر خصني نغضي الآخر لا خصني كيف ما تنقوله بالدرجة العامية ديالنا نكون مزيان مع راسي ولكن نكون مزيان مع راسي راها مسألة دائما كتبقى بوحد النوع من التحفظ خصني نكون مزيان مع راسي ولكن عود تاني نحتار من الآخر لأن عود كينا واحد المجموعة ديال الناس اللي كتقول لك وأنا مزيان مع راسي ولكن ما تنعيشش اعتبار الآخر وإحنا بصفتنا بشر يعني تنعيش وسط بشر الإنسان هو اجتماعي في أصله ما يمكنناش نحيدو هاد القضية ديال الاناني غادي نعيش بوحدي وغادي نهتم براسي والآخر كيف ما كان قولو اللي عجبوه الحال عجبوه اللي ما عجبوش احنا ما شيف هاد القمة الانانية احنا ما شيف هاد الانانية وبعيدا عن التواصل مع الآخر احنا مني كان قول ساكسبتي ساكسبتي سوريسبكتي سيمي بيانسور تنعتقي ما لراسي كنعف راسي شنو كنسوا كنعف راسي شنو شكون أنا ولكن دائما تناخد باعتبار الآخر كنحتار مو احتهوا في خصوصيته تنحتار مو في الاختلاف دياله وهاد الشي ما تيم كلي نديره إلا كيف ما قلت مني تنعتقي ما لراسي كن في سلام دائم الإنسات للآخر شكرا جزيلا لك سيدة أسماء شوقي ده من الوقت مشاهدين عبر صفحات التواصل الاجتماعي ندعوكم أيضا للبقاء معنا سيكون لنا لقاء آخر مع سيدة ربيع صابر بعد قليل ترجمة نانسي قنقر